فالري قدمت العديد من التقارير حول الهجراء بالنسبة لك كيف تختلف السياسات الأمريكية والأوروبية في هذا الشأن حسنا أعتقد أن الفرق الكبير هو بالطبع كون الولايات المتحدة هي بلد واحد وأن أوروبا تمثل 28 دولة ذات سيادة لقد رأينا على سبيل المثال في هيوستن عندما حاول حاكم ولاية تيكساس وقف استضافة ولايته للمزيد من اللاجئين السوريين فإنه لم يتمكن من فعل ذلك لأن قانون اللاجئين هو قانون فدرالي قرر من طرف واشنطن أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي شهدنا مع أزمة اللاجئين محاولات بروكسل الفاشلة لفرض حساس على الدول الأعضاء وحتى عندما دع الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين كان للدول الخيار في قبول ذلك أملا الولايات المتحدة وأوروبا كلاهما شرعة في تشديد قوانين الهجرة في الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر كان هناك اتجاه نحو جعل هذه التشريعات أكثر سرامة نفس الشيء تشهده أوروبا بسبب الأزمة في منطقة اليورو ويبدو أن من كلا الجانبي الأطلسي هناك رغبة في بناء الجدران الجمهوريون والديمقراطيون متفقون على أن هناك حاجة لإصلاح نموذج الهجرة في الولايات المتحدة ما هي اقتراحاتهم بالضبط حسنا بالنسبة لدونالد ترامب يمكن تلخيص الأمور في كلمة واحدة وهي جدار قال ذلك بنفسه كما تعلمون أنه يدافع عن رغبة في بناء جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك وقال أيضا أن هناك 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة وأنه يريد طردهم جميعا لكنه أضاف أنه سيسمح بالعودة للمهاجرين الجيدين في حال نجاحهم في الشياز اختبارات السلامة والتفتيش هيلاري كلينتون من جهتها لها مواقف أكثر إنسانية وقالت أنه خلال المائة يوم الأولى من ولايتها ستقترح إجراء إصلاح شامل لقانون الهجرة على سبيل المثال العمال غير الشرعيين إذا تبث أنه بإمكانهم دفع المتأخرات الضريبية فإنه سيتم تيسير إجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية بالنسبة لهم ولكن في الماضي رأينا أن رئيسا جمهوريا ورئيسا ديمقراطيا بوش وأوباما فشل معا في إصلاح هذا القانون فالري في نهاية المطاف أليس من المحتمل أن يؤثر كل هذا الاهتمام بالهجرة سلبا على المرشحين ألن يأتي بنتائج عكسية حسدا أعتقد أننا نتحدث عن مرشح معين وهو دونالد ترامب الذي أثار غضب الكثيرين بسبب تعليقاته حول المسلمين والمكسيكيين وأيضا النساء لكنه الآن هو باقتراب انتخابات نوامبر بدأ ترامب في ترديد تصريحات معتدلة على سبيل المثال قال مؤخرا أنه ليس ضد المسلمين ولكنه ضد الإرهابيين وأيضا أن له العديد من الأصدقاء من أصول لاتينية يعملون بجد لذلك سنرى وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة الفارق ضئيل بين المرشحين وأعتقد أن أصوات المترددين وهي كثيرة جدا هي من ستحدد نتائج هذه الانتخابات حسنان سنرى شكرا